مرحبا شباب أحد أكثر الأسئلة التي تصلني على القناة هي كيف نقوم بتحميل البرامج والمتاجر من خارج أب ستور لذلك في هذا الفيديو قررت أشارك معكم أربع طرق الممكنة والتي لا خامسة لها حتى يتوقف النصب أرى الآلاف من الفيديوهات النصابة في اليوتيوب والتي أنتم من تقعون ضحيتها الطريقة الأولى هي عن طريق الكمبيوتر سواء عندك ويندوز أو ماك هناك كثير مواقع تقدم التطبيقات الخارجية على شكل ملفات IPA يمكنك تحميلها على آيفونك وهناك الكثير من البرامج على الكمبيوتر التي تساعدك على تثبيت هذه البرامج على آيفونك أشهرها Alt Store و Side Loadly هذه البرامج تمكنك من تثبيت البرامج على آيفونك وتجديد شهادتها كل سبعة أيام هذه تعتبر أحد أفضل الطرق المتوفرة حاليا تعمل على iOS 15 وأيضا 16 الطريقة الثانية هي عن طريق أداة جديدة اسمها Troll Store هذه الأداة تعتمد تقنية جديدة نزلت فقط قبل بضعة أسابيع تستغل تغرى موجودة في التحديثات بين iOS 14 و iOS 15.4.1 لا يمكن استخدام هذه الأداة على iOS 15.5 وفوق ولا على iOS 16 هذه الأداة ستحتاج تثبيتها على آيفونك لمرة واحدة عن طريق الكمبيوتر ومن خلالها على آيفونك يمكنك تثبيت أي برنامج أو لعبة على شكل ملف IPA ولن تتوقف أبدا حتى بعد إعادة تشغيل الجهاز الطريقة الثالثة وهي عن طريق الجيلبريك هناك الكثير من الأدوات في عالم الجيلبريك تمكنك من تثبيت البرامج الخارجية وأشهرها AppSync Unified والتي تمكنك من تثبيت البرامج بدون شهادة وهناك كثير أدوات أخرى لكن للأسف أبل قامت بمحاربة الجيلبريك بشرصة كبيرة في السنوات الأخيرة حيث أنه حاليا آخر جيلبريك متوفر شغال على iOS 14 وحت وإلى حدود الساعة لا يوجد أي جيلبريك على iOS 15 ولا iOS 16 الطريقة الرابعة وهي عن طريق المتاجر الخارجية هذه كانت أحد أفضل وأسهل الطرق التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية لكن للأسف أبل قضت على هذه المتاجر أيضا وصارت تقريبا منعدمة وبدون جدوى لأنه كلما قام أحد أصحاب هذه المتاجر بشراء شهادة جديدة وتحديد برامجهم تقوم أبل بقفل الشهادة لازالت هذه المتاجر تحدد شهادتها من الحل الآخر وتقدم برامج وألعاب خارجية للتحميل لكن للأسف لا تدوم وقت طويل قبل ما تقفلها أبل ثلاث أيام إلى أسبوع على الأكثر تتوقف عن الاشتغال الخلاصة من هذا هو أن أفضل طريقة ممكنة حالية لتتبيط البرامج والألعاب من خارج أب ستور على آي او ستة عشر هي الطريقة الأولى عن طريق الكمبيوتر وهذا بسبب محاربة أبل الشريسة لمنع جميع الطرق التي تمكنك من تحميل أي شيء من خارج أب ستور والسبب الرئيسي هو حماية تعب أصحاب التطبيقات والألعاب من أن توزع برامجهم بالمجال أو يربح منها أصحاب المتاجر الخارجية وأيضا من أجل حماية المستخدمين لأن أي تطبيق أو لعبة تحملها من متجر أبل تكون قد مرت في اختبار للتأكد أنها لا تخرق قوانين خصوصية المستخدم أو سرقة ملفاته لكن لو حملتها من خارج أب ستور كل شيء ممكن غير هذه الطرق الأربعة التي شرحت لكم لا توجد أي طريقة أخرى لذلك رجاء توقفوا عن الوتوق في تلك الشروعات الكاذبة على اليوتيوب والضغط على روابطهم وأتمنى أن تكونوا خرجتم ولو بمعلومة واحدة جديدة من هذا الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك معنا مهم جدا ليصلك كل جديد ومفيد في عالم الآيفون أول بأول نلتقي قدا في فيديو جديد سلام